دي رسالة مهمة جدا يا بسانت مصر بلد أمن وأمان رسالة تانية من الرسائل المهمة اللي بيديها معرض إيديكس بيقول أن مصر دولة بتمتلك المعايير الخاصة بيه التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية معرض إيديكس ولد كبيرا معرض إيديكس كانت بدايته حلم في 2018 اتحقق الحلم ده في 2018 وأصبح حقيقة ملموسة على أرض الواقع وضعت مصر هذه الحقيقة الملموسة على أرض الواقع وضعت مصر على خريطة الدول العالمية الكبرى المنظمة للمعارض العالمية النسخة الأولى كانت نكحة جدا زي ما قالت بسانت في 2018 لأن شارك فيها 376 دولة النهاردة في النسخة الثانية عندنا 400 عارض بيشاركو كان بيمثلوا أكتر من 41 دولة في النسخة الأولى وكان حجم الزائرين بيقدر بعشر تلاف زائر النهاردة في النسخة الثانية بنتكلم في 30 ألف زائر قدر إيديكس في 2018 أنه هو يحصل على عدد من الجوائز منها جيزة أفضل معرض تجاري عالمي في 2018 من منظمة E.N.Award المنظمة دي هي منظمة إنجليزية مش بس كده كمان إيديكس خد جيزتين من دولة الإمارات المعرض زي ما حضراتكم عارفين دوريته بتقام كل سنتين وكان المفروض تقام النسخة الثانية فيه في 2020 لكن لظروف فيروس كورونا الجائحة وحرصة من الدولة المصرية على سلامة وصحة المشاركين والزائرين بسبب أزمة كورونا اتحولت النسخة من 2020 ل2021 التوقعات كبيرة التوقعات بتشير إنها هيكون فيه صورة أكبر وأكثر تطوراً من النسخة الأولى هشارك السنة دي زي ما قلت لحضراتكم حوالي 400 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية اللي بتنظم وتصنع السلاح والتكنولوجيا الخاصة بالسلاح حجم الزائرين من المتوقع أنه يكون في حدود 30 ألف زائر أيضاً حجم الوفود الرسمية اللي هتشارك في النسخة الجديدة حوالي 75 وفد رسمي ما بين وزراء دفاع أو إنتاج حربي أو رؤساء أركان أو قادة قوات مختلفة من دول العالم كمان من المتوقع أنه يكون فيه مفاجآت كتيرة جداً في الجناح المصري لأنه فيه كلام هيتم الإعلان عن مدرعتين وقضيفة أعمق واللي يعني الجناح المصري تقريباً بيشارك بنسبة بتقدر بـ 15% من مساحة المعارض الكلية اللي هنتابع مع حضراتكم النهاردة أهمية الدورة دي من المعارض واللي أصبحت مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعة العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم وزي ما قالت باساند هي رسالة رسالة للعالم كله بتقول أن مصر واحة للأمن والأمان وزي ما قالت الموضوع بدأ بحلم عند الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ أن كان وزيراً للدفاع أنا داك